مسائل فل، أميرة الألفي، محامية شطرة جداً، ولو ما تعرفش المسلسل، ضروري ترجع تشوف الفيديو اللي فاتك علشان تفهم الدنيا ماشي ازاي، سايب لك كل اللينكات تحت الفيديو وفقوا الكومنت، اخبط اللايك ويلا نبدأ بدايتنا مع أميرة اللي جالها وليدي ابن صاحبتها وبيقول انه واقع في كارسة، وأما طلع كيس ماريجوانا وطلب منها تخبيه عندها، يعني كيس في مخدراته في مكتب محامية اللي هو انت جننت يا ابني ولا ايه؟ قالك الحكاية باختصار ان انبارح روحت مع بودة صاحبي عند واحد صاحبنا ثالث علشان نشرب المخدرات عنده، واحنا نزلين البواب شافنا فخلعنا منه بسرعة والصبح جتلك اهو على طول، واخد بالك هو حتى الان كلامه عادي جداً وما فيهوش اي شبه عليه، وتقدر تقول ان دالة خليها توصله للبيت، كمان لحظة ان محدش من اهله مركز معاه، والولد دالة واستمر على كده هيودي نفسه في ستين دهية، فطلبت من مامته تخلي بالها عليه اكتر، وإلا الواد هيروح في طريق اللي ما ب يرجعش، ولسه ما كملتش الكلمة، لقيت اخت وليد دخل عليهم وبتقول لهم الحق، البوليس قبض عليه، طب ايه الكلام؟ هنروح الاسم ونعرف، ولقيت تقاصة وعرفت ان بواب العمارة بتاعت صاحبه، راسه ترزعت في الترابزين الحديد وهب واقع مات، كمان قالت لك ان المباحث لما راحت تشوف بصمات الاقتحام، لقيت بصمات وليده عبد الرحمن، عبد الرحمن اللي هو بودة صاحبه، اميرة استغرابت اصل وليد ما حكاش الموضوع بالشكل ده اصلاً، ودخلت وسمعت من من الاول، قالك بصراحة؟ اللي حصل اننا متعودين نروح لجيمي صاحبنا شقاته علشان نضرب المريجوان عنده، ولما رحنا كانت شقاته مقفولة، فبودة صاحبي قصر الباب ودخلنا خدناها ومشينا، واحنا نزلين لقينا البواب في وشنا، واشتبه فينا وأصر يفتشنا، فاطلعت اجري ومعرفش ايه حكاية انه تقتل، الكلام ده معناه حاجة من اتنين، يا اما وليد بيقول الحقيقة وما يعرفش مين قتل البواب، يا اما بيجدب وهو اللي زق البواب وقتله، قضية صعبة وأميرة مضطرة تمسكها، ما زي ما قلت لك وليد ابن واحدة من أعز صحبتها، وكمان بتعتبره زي ابنها، اذا فدارين وفقت ان مكتبهم يمسك القضية بشرط ان رامز يساعد أميرة في حلها، بعدين رجعت البيت وحمتها كانت متضايقة لان أميرة منع الأولاد عن أبوهم، وطلبت منها تاخدهم لأبوهم في الزيارة الجاية لكن طبعا أميرة رفضت، اصلا مش طبيعي لولادي يدخله السجن عادي كده، بعدها رحت النيابة مع رامز واتفاجئت بأبو وليد جايب مع محامي، وبيشكرها وبيقول لها شكرا وانا هدفي عن ابني، قال ايه علشانك محامية صغيرة ومش قد قضيته، طبعا الكلام ما عجبهاش وقالت له ايه ايه؟ محامية ايه؟ لا يا حبيبي القضية دي بتاعتي، ووليد مش قاصر وعمل لنا توكيل بالدفاع عنه، بمعنى تاني اركن انت يعمل حج، ولما دخله رامز اتفاجئ ان وكيل النيابة صاحبه ودفعته، لكن يعني ده ملوش علاقة بالشغل، الشغل، شغل، بداية الكلام طلبه من وكيل النيابة الافراج عن و وليد بضمان محل اقامته، بس للاسف منفعش، ليه؟ لان بودع طرف على وليد انه زق البواب ووقع وقتله، وليد اتعصب وقال والله العظيم كذاب وهتوق قدامي وانا وجهه، مش محتاجة اقولك ان اميرة مصدقة ان وليد مظلوم، بس هتثبت ده ازاي؟ ومن هنا هنشوف اميرة في قضية جديدة، قضية وليد اللي عليه تهمتين، تهمة قتل حارس العقار، وتهمة تعاطي مخدرات، المشكلة مش هنا وبس، المشكلة انها عايزة تطلعه براءة ومش مجرد تخفيف حكم، بعدها قبلت سيف اللي هو الدراع اليمين لعمر جوزها، وطلب منها حاجة ممكن تساعدهم في براية عمر، قالك ان في يوم عيد جوازها هي وعمر من سنتين بالزبط، حصل اجتماع صباحي في المحافظة، وقال ان الاجتماع ده تمت في موافقات نسبوها كلها الدكتور عمر في محضر النيابة، المطلوب بقى انها تجيب اي دليل على ان دكتور عمر ما حضرش الاجتماع ده، فرجعت البيت وقعدت تدور في دفاترهم القديمة لحد ما لقيت كاميرا، عليها فيديو الاولاد صوروا لعمر يوم وهو نايم ومقاضي معهم اليوم، ولما شافت الذكريات وخلاص قلبها كان هيحن، لقيت نتفيكيشن على الموبايل بخبر جديد نزل وبيتكلم عن نزوات جوزها، فكلمت سيف وكتبت عليه وقالت له لا ملقيتش اللي انت طلبته، في نفس الوقت جدت الاولاد راحت خدتهم من المدرسة وودتهم يشوف ابوهم، وطبعا عملت كده من وراء اميرة، المشكلة ان ساعتها المقابلة تصورت وغالبا فاحنا في انتظار مشكلة، بس الاول خليني عرفك ان اميرة راحت لجيمي، اللي هو هو الفردة التالتة في قضية وليد، وصاحب الشقة اللي كانوا بيدربوا فيها المخدرات، كل اللي طلبوه انه يشهد في المحكمة بان وليد وبودة مكسروش شاقته علشان يسرقوه، وبكده وليد هيطلع من القضية وهيفضل فاضل التانية، خلصت معهم ورجعت البيت وعرفت بموضوع مقابلة الاولاد لباباهم في السجن، الكلام ما عجبهاش وقفشت على تيتا سلوة، وطلبت منها ما تاخدش اي قرار تاني بخصوص ولادها، بدون ما ترجع لها، نرجع للقضية، المرة دي خد ولقوا ورحوا على مكان الجريمة، حاولت تشوف اي دليل ممكن يساعدها في القضية، وملقتش غير دليل واحد بس، الولد الصغير ده قعدته في البلكونة بتقول انه ممكن يكون شاف اللي حصل، فطلعت لأمه وعرفت ان عنده توحد، وبما ان اطول التوحد معروفين بذاكرتهم الفوتوغرافية القوية جدا، ففكرته بتاريخ الحادثة وتوقيتها لو كان يعرف حاجة، وطلع يعرف، اولا شاور على صورة بودة، وسانيا قال انه شافه بيتخانق، ما ضيعتش وقت وطلعت على دارين وقالت لها انا لقيت اللي هيحل القضية، شاهد على الواقع تعرف على بودة، وشافه هو نازل من العمارة، ولسه بتكمل وتقول ان الشاهد طفل عشر سنين وعنده توحد، دارين تعصبت وقالت لها انت بيتهزاري صح؟ اكيد المحكمة مش هتاخد بشهدته، وبقت مضطرة تبدأ تاني من الاول وتشوف هتحلها ازاي، لكن بما ان عندنا جلسة محكمة، فهتروح تعمل اي حكاية هيورامز علشان يجيبوا تأجيل، ملخص الجلسة انهم لعبوا على حتة تغيير الشاهد لأقواله، وده ل ان بودة في محضر الشرطة قال حاجات، وفي محضر النيابة اقواله اتغيرت وقال حاجات تانية خالص، فهل يا سياد المقدم بتحصل ان الشاهد يغير اقواله؟ قالك احيانا اه هناخد بقى المعلومة دي وهنطبقها في الجزء التاني من الجلسة، لان اميرة استجوبت جيمي اللي كان قال في محضر الشرطة ان صحابه دخلوا بيته بالمفتاح، وقال في محضر النيابة انهم اقتحموا الشقة بغرض السرقة، وبعد لف كتير قدرت تسقط تهم تقتحم الشقة عن وليد، وبالتالي سقاط التهم التعاطي المخدرات، الجزء التالت من الجلسة هنتكلم فيه عن قتل البواب، ركز معايا، بص يا معلم، بودة قال انهم بعد ما قاعدوا في بيت جيمي هو نزل الاول واستنى وليد، ووقتها سمع صوت فقلق وطلع يجري يستخبى في الجنينة، وكمل وقال ان البواب قفش وليد، فوليد خاف وزقه والرجل وقع مات، وبالليل خدت بنتها وراحت لمكان الجريمة للمرة التانية، وفضلت ماشية في الجنينة اللي بودة كان بيقول انه استخبى فيها، ولحظت حاجة غريبة جدا، نظام الراي في الجنينة دي أوتوماتيك، يعني رشاشات المية بتتفتحت القائف موعيد سبتة ما بتتغيرش، الجلسة اللي بعدها، رامز فكر المحكمة بأكوال بودة، والولد يعني ما أنقرش وقال اه، انا فعلا استخبيت في الجنينة، طيب حلو، تقدر تقول لي الكلام ده كان الساعة كان بالزبط، وبغض النظر عن سؤال التوقيت لانه مش مهم، فخلينا اديك الاهم، رامز في نهاية الاستجواب اداله سؤال هيجيب من الآخر، وقال له تقدر تقول لي وانت مستخبي في الجنينة، هيدومك هتتبلت ولا لا، بدون تفكير قال له لا طبعا هتتبلي من ايه، وهنا حل القضية، رامز بص للقضي وقال له الشاهد بيدعي انه كان في الجنينة الساعة 11.5، وانظام الراي في الجنينة دي بيشتغل أوتوماتيك يوميا من 11 ل 12 مساء، يبقى ازاي الشاهد دخلها وقاعد فيها وخرج منها بدون ما ينزل عليه نقطة مية واحدة، اذا وبناء عليه فاشهدته بطلة، ووليد خد براءة، وهيتم فتح التحيي من اول وجديد، وبعد سلسلة النجاحات المتتالية الأميرة الألفي، فبقت مسماعة قوي في المكتب، لكن ده مش هيمنع يحيا من انه يجي لها على الحامي، ودها قضية جديدة، المرة دي كلامة عن قضية عمال بترول ماتوا في المصنع اللي شغالين فيه، واللي هيساعدها هيكون يحيا شخصيا، قبل ما نعرف تفاصيل القضية، بطلتنا جالها تليفون من مديرة مدرسة الأولاد، ورتها خبر نزل تريند عن نت للصورة بتاعتهم وهما بيزوروا باباهم في السجن، ومش كده وبس، المديرة قالت ان العيال زمال ابنها مسكوتر يأة، لحد ما تعصب ونزل فيهم خ فبت ورزع، وحالته بقت زي ما انت شايف، قامت واخدا ورجع البيت وقطحت فحمتها، وان جيت للحق، الست معها حق، اوكي نروح للمكتب، اللي قدامك اسمها نجوة، محامية إيلة وصاحبة يحيا وهي اللي بتدافع عن شركة البترول، يعني هي الخصم بتاعت يحيا وأميرة في القضية، الكلام على انها جايبة تعويض بقيمة 800 جنيه الأهالي العمال اللي ماتوا، مبلغ غير آدمي بالمرة، وطبعا رفضوه، المعلومة هنا اننا بنتكلم عن اتنين عمال ماتوا، وواحد اتسرح بسبب إصابة عمل هتخليه ما يقدرش يشتغل مرة تانية، الكلام ما عجبش أميرة وقعدت مع زوجات الاتنين اللي ماتوا وصاعبوا عليها جدا، وطبعا احنا عارفين أميرة لما بيصعب عليها حد بيتجيب من الآخر، وتعالى قولك هتعمل ايه، قالت لك لغز القضية دي هيكون عند العامل التالت اللي سرحوه، هعود معاه وقابله واطلع منه بأي معلومة، وبالمرة مفيش مانع من ان يحيا يوصلها، بس المشكلة ان المرة دي حامتها شفيتها، وما عجبهاش أبدا ان راجل غريب يوصلها في وقت متأخر كده، تاني يوم قبل تسيفه وطلب منها طلب أصعب من اللي فات، قال لها احنا دلوقتي علشان نتقوي موقف عمر في القضية فعايزك تشهدي معاه، يعني انت مراته ودعمك ليه قصاد المحكمة هيبين انك سمحتين، وبكده هنبقى موتنا الدعاءات النيابة اللي بيتبروز الدكتور في صورة الراجل الخين بتاع الستات، وعلشان يعمله كل ده هيستخدمه سجل زيارتها المتكررة العمر وكمان هيخليها تطلب تقابل جزها في زيارة زوجية، مش محتاجة اقول لك انها رفضت وثبت ومشيت، بعدها قابلت الموظف اللي تسرح وطلعت منه بمعلومة كويسة، قال لك يوم الحادثة مديرة الـ HR في الشركة هي اللي كتبت المحضر بنفسها، وخلتني قمضي عليه وبعد كده مضتني على تعاهد وعلى ايصال التعويض، وختم كلامه بانه المتأكد ان الست دي عارفة كل حاجة، فانت قابليها واضغطي عليها واللي في الخير يقدمه ربنا، على طول راحة المكتب تبلغ يحيا واتفاجئت بكارسة، الراجل كان في الكفاتيريا بيتكلم مع واحدة وبيقول لها وحشتيني وهجيلك بس لما جوزك يسافر، كلام خلها تغير فكرتها تماما عن يحيا، ومن اللحظة دي هنشوفها بتعاملوا بطريقة مختلفة جدا جدا، طيب نسيبنا ابن الكبار وخلينا مع الصغيرين شوية، الوات زياد بن اميرة طلع شائي جدا وجايب صاحبته البيت يذكره سوا، بنت اسمها منا فيها كمية شقاوة ولماضة ما تلاقيهاش في بنت وهنرجع لها تاني، وبالجمع الكلام عن مديرة الـ HR اسمها انجي، ست مش متعاونة خالص وتنكى جدا في كلامها، لحظة ما كانوا قاعدين انجي تليفونها رن من واحد اسم احمد وهدان، اتوترت وراحت قلبها التليفون على وشه بس على مين، ولا لقطت الاسم في ثانية، حظ انجي بقى الوحش ان نفس احمد ده دخل عليهم وبكل عشان بيقول لها ايه يا انجي ما بترديش علي يا ليه؟ اه عندك ضيوف طيب اوكي، ولا السوسة قالت لك بس الست دي ماشي مع احمد وهدان، طب ما يمكن يكون قالت لك لا انا دخلت على الفيسبوك بتاعها وعرفت انها متجاوزة واحد تاني خالص، يعني جايلهم على التبطاب، هيمسكوا انجي من ايديها اللي بتوجعها وهيهددوها بالفضيحة مقابل انها تساعدهم في حل القضية، طب ازاي؟ هقول لك، صوروها مع عشقها وهما مع بعض في الشارع، وأميرة راحت تقابلها وهددتها، الست بدأت كلامها بان اللي بتطلبيه اميرة ممكن يوديني في ستين داهية، اصلك طلبة معلومات مفيش غير اشخاص تتعدى على الصوابع هي اللي تعرفها في الشركة، فاميرة ضغطت اكتر وهنا التانية تكلمت، وقالت ان المعدات اللي الشركة بتستخدمها للحفر معدات قديمة وبيضة، الشركة بتستوردها برخص التراب وبيعملولها صيانة ويستعملوها، والعمال بقى هم ونصبهم، خد المفاجأة دي، أميرة راحت لعمر السجن، وقالت له أنا موافقة على الزيارة الزوجية، دي كمان قالت له على الفيديو اللي لقيته على الكاميرا، هتسألني وتقول لي وهي ليه فجأة قررت تسامحه، ده هنعرفه ان شاء الله في ملخص الحلقات الجاية، المهم يا معلم ان بعدها عمر طلب منها تحكيله عن القض الراجل محامي كبير وأكيد رأيه هيفيد، ولما عرف الحكاية قال لها ان معظم شركات البترول بتستورد معدات اي كلام من بر مصر، وحتى لو فكرتي تدوري على عقود المعدات دي، فهتلاقيها مش باسمهم لان العملية بتتنفس بأسام شركات من الباطن، يعني من الآخر انت هتحتاجي الدليل قوي ما يخرش المية علشان تعرف تكسب القضية، يا كده يا ام تسيبيها، بعدين اتكلموا عن يحيا والغريبة انه حذرها منه، قال لك انا عارفه من زمان، وفكرة انه فجأة يبقى محامي كب وشريك في اكبر مكتب محامة في مصر وهو لسه في سن صغير، فأكيد قدم حاجات كتير غير انه شاطر، كلام مفهوم وأميرة حاسة بكده، بعدها راحوا النيابة، وما كانش في اديهم حاجة غير كلام عن حدثة شبه الحدثة بتاعتنا، حدثة حصلت من شهرين ومات فيها عمال بنفس الطريقة، يعني المطلوب ان النيابة تقارن الحدثتين ببعض وتفتح تحقيق جديد وتوسع دائرة الاتهام، الكلام ده مجاش سكة مع نجوة، واتهم تيحيا وأميرة انهم بيضيعوا وقته خ خلاص، وبما انهم بيدربوا تحت الحزام، فضربت هي كمان، وجاب التقرير بيثبت ان واحد من الاتنين عمال اللي ماتوا بيتعطى مخدرات، وطبعا التقرير ده مزور بس يثبت بقى لو عرفت، المرة دي اميرة فقدت اعصابها وخدت ولاء ورحوا الانجي، واتفقوا انهم مش هيمشوا غير ومعهم كل الورق اللي يثبت ان الحادثة سببها الاساسي الشركة مش العمال، وده فعلا اللي حصل، انجي عملت الصح اللي هيلبس الشركة في حيطة، المعلومة وصلت لنجوة وبدورها مكلمة المدير، يحيى طلب منه عشرة مليون جنيه تعويض لأسر الاتنين اللي ماتوا، الراجل وافق بشرطين، الاول ان بعدها الموضوع ده يتقفل نهائي، والتاني انهم يعرفوا مين اللي ادهم المعلومات، وفي المقابل هيديهم مليون جنيه زيادة، اميرة رفضت وقالت له انا مش ببيع مصادري ولو بملايين الدنيا، ونتقابل في المحكمة يا عمهم، وبعد ما كسبت القضية تخيل معايا انها رحت لنجوة وطلبت تشتغل معها في المكتب، لكن ليه الله اعلم وندخل في قضية جديدة بأحداث جديدة، اللي قدامك اسمه أشرف، محامي مرموك متخصص في القضايا المتعلقة بالأموال، جاله قضية جنائية تخص السفارة السودانية، وخلينا اقول لك معلومة، قواضي السفارات بتكون احسن واغلى واعلى قواضي ممكن اي مكتب محامي يمسكها، ومن هنا تعال اعرفك بقضيتنا، قضيتنا بتتكلم عن جريمة قتل زابط مصري، متهم فيها مواطن سوداني اسمه جعفر، وقال لك ان جعفر ده اصلا بقاله سبع سنين في السجن، طب ليه عايزين تفتحوا القضية بعد السنين دي كلها؟ قال لك بسبب زوجته، الست هيجت علينا الرأي العام وكل شوية تطلع بفيديو، ومتأكدة ان جوزها بريء ومقتلش الزابط، وبناء عليه فوزارة الخارجية كلفتنا نفتح القضية من اول وجديد، وهمتكم معنا بقى، وفقوا بشرط يدرسوا القضية ويشوفوا اذا كانوا هيقدروا ولا لا، في اللحظة دي، يحي عارف من دارين ان اميرة قدمت ورقها في مكتب نجوة، اتجنن وراح سألها ليه عملت كده ما قالتش غير انها مش مرتاحة في الشغل هنا، فاصر يعرف الحقيقة، وقالت الحقيقة، الحقيقة اللي هي ان سمعتك يا يحيى وانت بتكلم واحدة في التليفون وبتقولها هجيلك لما جوزك ينزل، فقعد يضحك واتضح انه كان بيكلم عمته، عايزة اقولك انها فرحت جدا وما تفهمش الست دي بتحبه، ولا عايزة ترجع لجوزها، ولا وضعها ايه اساسا، لكن يحيى طلع صائع وسألها، هو لو المكالمة دي كنت سمعتها من زميل تاني في المكتب، كنت برضو هتمشي؟ اتوترت اكتر، وقالت له طبعا اكيد، بس خلاص زيزو قالهلك في الفيديو اللي فات، الست دي هتطلع بتحب الراجل ده، الراجل ده بقى راح بعدها وقعد مع دارين اللي كانت هوتشيت من اميرة، واعدت لقح بالكلام وتقولك يعني هي كل ما هتتقمس هتسيب مكتبنا وتمشي؟ ايه هو احنا شغالين في حضانة، وخليك فاكر دارين اصلا بتغير من اميرة، والغيرة سببها اهتمام يحيى باميرة بشكل مبالغ فيه، واحد هيقول لي وانت بتستنتج يعني عم زيزو، هقول لك لا دارين فعلا بتحب يحيى، لانها في الوقت الحالي متابعة مع دكتور بخصوص تجميد البوايضات، اكمل انها عايزة تتجوز وتخلف وتبقى ام، ولما حتله كده بكلام فيما معناه انك مش ناوي تساعدني وتدور معي على ابن الحلال، نرجع للقضية، كلهم قاعدوا وشافوا فيديو لامراد جعفر، وكالعادة اميرة جالها نفس الاحساس ان الست دي بتتكلم صح وان جوزها بريق، فبعتت رامز للمحامي اللي كان مسك قضية جعفر، وعرف منه كان معلومة مهمين، قالك ان وقت محاكمة جعفر، ما كانش فيه اي شاهد على الجريمة غير واحدة ست، ادعت انها شافت اللي قتل الضابط، وقالت مواصفاته للداخلية، فرسموا صورته، وعرضوها عليها، وبعدين جابوه وتعرفت عليه، ومن هنا تسجن، الغريبة انهم لما دوروا في ملفات القضية، ما لقوش الصورة دي اصلا، مع ان الصورة دي ايم عليها القضية كلها، قالت لك بس مفيش غير ولاق، هي اللي هتجيب لنا الصورة دي من النيابة، الأغرب من كل اللي تقال ان ولاق رفضت وتعلن اعرفها اكتر قالت لك انها كانت تعرف يوسف، اللي هو الضابط اللي اتقتل، وبنعرف انها في الاساس كانت في حقوق وترفدت وقدمت شرطة، ولما تخرجت اشتغلت في المطار ويوسف كان زميلها، اشتغلوا سوا وقربوا لبعض وحبته حبها، وبعدين اتقدم وطلب ايديها، وقالت ان وقتها طلبت منه مهلة اسبوع تفكر، وفي الاسبوع ده اتقتل، وبناء على كل اللي قلناه، فولاء قالت لأميرة، أنا هسيب الشغل ومش هكمل في المكتب اللي عايز يطلع قاتل يوسف براءه، اميرة بقى، ردت قالت ايه، وهتعمل ايه، وهتحل القضية ازاي، ده اللي هنعرفه مع بعض في ملخص الحلقات الجاية، وخلصت الحلقة، وكده يبقى نهينا، وانتهينا، سؤال الحلقة بيقول هل تعتقد ان اميرة ممكن تخسر ولاء في سبيل شغلها وانها تحول تطلع الراجل براءة اذا كان فعلا بريء، ولا هتسمع كلام ولاء وهتفكها من القضية، خد سؤال كمان هل تعتقد ان ضعفر السوداني هيطلع هو اللي قتل يوسف، ولا مثلا ممكن يكون حد من معارف ولاء هو اللي عملها، وخصوصا يعني انها قالت ان الراجل كان متقدم لها قبل ما يتقتل، اكتبلي في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، كل وسائلنا على السوشال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو، عاش جمهور الملخصات اشتركوا في القناة